أمرابط بين الاستمرار مع ماني ودخول صفقة تبادلية مع غلطة سري ما زال الغموض يلف مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتين الإيطالي الذي لعب الموسم الماضي معارا لنادي مانشستر يونيتد بعقد يتضمن بند أحقية الشراء غير أن الأكيد هو أن قائد وسط ميدان الأسود لا يرغب في الاستمرار مع الفيولة وحسب صفحة مانشستر يونيتد فوريفر على منصة X المتخصصة في تغطية مستجدات الشياطين الحمري فإن نادي مانشستر يونيتد يستعد لشراء عقد أمرابط بتوصية من مدرب الفريق إيريك تينها بعد المستوى الكبير الذي بصم عليه اللاعب في آخر مشاركاته مع النادي والتي شفعت له بنيل ثقة المدرب رغم فترات الفراغ الطويلة التي مر منها في فترات متقطعة من الموسم وحسب المصدر نفسه الذي خصه أمرابط بتصريحات حديثة حول مستقبله فإن نادي مانشستر يونيتد يتجه لتوقيع عقد دائم مع أمرابط لأربعة مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي وأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها بداية يوليوز المقبل ومن جهتها كشفت صحيفة كوريير ديلو سبور النادي في يورنتينا يفكر في محاولة إقناع أمرابط بصفقة مقايضة ينتقل بمجبها اللاعب المغربي إلى غلطة سراء مقابل حصول الفيولة على خدمات نيكولو زانيولو الذي عبر هو الآخر عن رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي وكان أمرابط قد أشار في أحدث تصريحاته حول مستقبله إلى أنه ما زال لم يحسن في هذا الأمر بعد مؤكدا أن خيار البقاء في مانشستر يونيتد يظل قائما وأنهى أمرابط فترة إعارته لمانشستر يونيتد بطريقة مميزة حيث قدم عروضا قوية في مبارياته الأخيرة بعد فترة فراغ عشها مع الفريق الأحمر متعلقة بظروف التأقلم وتحفظ الطاقم التقني بقيادة تين هاغ حيث شارك في 30 مباراة في مختلف المنافسات منها 17 أساسيا